مريم أم المسيح مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع آمته فهذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظام واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه هاي كانت جزء من إنشودة مريم بعد ما سمعت وجالها الملاك وبشرها بميلاد أو بالحبل اللي راح يكون بالروح القدس منه مريم العذراء مريم العذراء هي أم الرب يسوع بالجسد هي خطيبة يوسف النجار مكتوب في لوق صاحة 3 والعلى 23 إنه هي تعتبر بنت هالي معنى اسمها الحزينة أو المريرة الكتاب المقدس لم يذكر لها إنه عدها أخوة أو خوات شن الممكن نتعلم من حياتها نتعلم من حياتها الكثير بصراحة نتعلم الإيمان اللي كان عدها نتعلم إنه هي كانت تعطي المجد لأله هي بتلقي الأنظار على الله وليس على نفسها نتعلم صبرها ومتابعتها للمسيح بكل الأوقات ولا لحظة تركت ابنها منتعلم إنه هي وضعت الأولويات في عين الاعتبار خلت الأولويات الحقيقية والصحيحة بمكانها الصحيح منتعلم إنه هي فعلا احتملت الآلام احتملت تشوف ابنها بيموت على الصليب لكن هي كان شوف وتعرف إنه هذا قصد الله منتعلم من عدها التواضع تصور بشرق الأوسط إنه تقبل رسالة مثل ما هي أخذتها وعاشتها ما كانت سهل لامرأة أو لبنية مخطوبة وبتكون حامل فبنشوف فعلا الإيمان التواضع احتمال الآلام بنشوف الأولويات اللي هي خلتها الصبر بسبب إيمانها وتريد فعلا أنه مشيئة الله تمشي وهي تمجد الله وبنشوف أيضا بإنجيل يوحن صاح الرابع العفو صاح الثاني كيف بتقود الناس إلى المسيح بتوجه الناس إلى المسيح يسوع وقت اللي طلبوا من عدها شنو اللي ممكن نعمله قالتهم كل ما يطلب منكم أعملوه فمريم أم المسيح المطوبة هي بتقود وبتودي وبتلقي الأنظار على الشخص الرب يسوع المسيح في كثير أشياء منتعلمها من عدها محتاجين أن ننطبق فعلا ونأخذها مثال إلنا بالإيمان وبالاحتمال الآلام وبالتواضع وأيضا باتجاه بنوجه الناس لشخص الرب يسوع المسيح الرب يباركك وكل عام وأنتم بقل بخير